طيب لازم نقول ان المملكة العربية السعودية الحقيقة في الفترة الاخيرة اصبحت يعني محور حديث كتير من الناس المهتمة بكرة القدم العالمية وكل يوم التالي بقينا نشوف لقطات معينة كده يعني بتلفت الانظار الحقيقة بشكل كبير جدا اخرها طبعا صورة دي اللاعب الفرنسي فول بوكبا اللي نشرها مؤخرا من مدينة مكة المكرمة بعد ما ترددت انباء عن انتقاله لاحد الاندية السعودية ظهر في هذه الصورة هو طبعا بيرتدي الشماغ السعودي الشهير في احدى الصور وكتب تحتها تعليق الحمد لله وفيه كلام حضرات ان نادي الاتحاد السعودي عرض على بوكبا 100 مليون يورو خلال 3 سنوات لكن هنرجع ونقول اهل لغاية دلوقتي الكلام مش رسمي كلها معلومات جاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما فيش حاجة رسمي حتى هذه اللحظة طبعا الحقيقة يعني لازم برضو نقول ان بوكبا كان بيمر بموسم كارثي مع يوبانتوس بعد ما تعرض لسلسلة من الاصابات اللي منعته من اللعب لعدة اشهر ولكن ابتدت اكيد لن بقى تبتدي يعني تتواطر حوله بعد هذه الصورة في الفترة الاخيرة انا بحب جدا الحاجات اللي ليها علاقة بتأثير الثقافات الثقافات مع بعض يعني لو فكرة بريدجيند اجاب بين كل دول واوروبا واستيا دول عربية وغيره يعني ودول اوروبية الفكرة انا اتعرف على ثقافة الاخر حتى انشر صورة بثقافة الاخر دي بتعد حتى لو انا الفكرة وممكن يكون نشر صورة عادية ما فيهاش اي حاجة وراها يعني بس دي لوحدها بعتقد ان ده نجاح للمملكة العربية السعودية مش بس زي ما قلنا هي صفقات لعيبة وغيره عالمية لا انت اول حتى فكرة تطوير الدوري السعودي على قد ما هي مشروع او هو مشروع دولة حقيقي